ابني أديبا دي واحدة من أهم المبادرات اللي انطلقت مؤخرا من كيان مهم جدا الكيان ده هو تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين رغم أنه هو كيان سياسي إلا أنه هو قدر أنه هو يطلق هذه المبادرة اللي بتهدف إلى بناء جيل جديد جيل عنده وعي جيل عنده شغف عنده ثقافة عنده إبداع ومنها انطلقت حاجات تانية أكيد يعني أول ثمار هذه المبادرة مصرحية الفلوس إيه اللي تم عرضها للمرة الأولى من أيام قليلة على مصرح الهناجر واللي بتناقش قضايا التنمية المستدامة خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المصرحية من ضفنا اللي منعورنا في الستوديو النهاردة الأستاذ عزوز عادل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومخرج العرض والفنان الكبير طبعا أهلا بك عزوز أهلا سلام وحضرتكم أخبارك إيه الحمد لله زي هالفول منعورنا كدب الثقافة بأننا يعني أعلم الأطفال أو الناشئة فنون الكتابة مظهر إنت دخلت على المصرح على طبعا على طبعا هي فكرة المبادرة من الأول هي الاهتمام بالناشئة والناشئة ده هو حصاد المستقبل إحنا في المبادرة جوه ما بنعلمش الولاد أي حاجة اللي هي علاقة بالسياسة أو توجه فكري خالص إحنا بنعلمهم فكرة تعزيز البنية الثقافية عندهم عشان هو ده اللي بيصنع الشخصية في مجموعة أنشطة جوه المبادرة يعني بنعلمهم الرسم الرسوم المتحركة القراءة والكتابة القصية عندنا جزء خاص بالتكنولوجيا والمعلومات والأمن السيبراني مؤخرا اشتغلنا على الجزء بتاع التمثيل يعني أنتم بدأتوا فعلا في هذه المجالات طبعا وشغلين عليها بقالها فترة احنا مؤخرا عملا ومشاريع كتير جدا احنا عندنا يعني من 28 ل30 طفل شغالين عن موضوع ده عندنا من أول 4 سنين لحد 14 سنة التمثيل هو آخر حاجة اشتغلنا عليها خالص وقعدنا عملنا تدريبات كتير جدا للمدة 3 شهور اشتغلنا معهم على تدريب الصوت اشتغلنا معهم على التعبير الجسدي اشتغلنا معهم على الخيال والتخيل اشتغلنا معهم على تمرين التركيز وخلال كل الفترة دي يعني الولاد كانوا بيتطوروا بشكل كبير جدا وكنا احنا مبسوطين بهم وكنا جاهزين ان احنا خلاص نشتغل على المسرح على المسرحية بتاعتنا فلوسك ايه وهي عن التنمية المستدامة والولاد هم اللي كاتبين يا فلوسك ايه مش الفلوس ايه اه فلوسك ايه فلوسك ايه يعني ايه بقى فهمني يعني ايجاب منين الفكرة والكلمة هو مبدئين الولاد هم اللي كاتبين المسرحية كاملة يعني اللي سكيتش كله هم اللي كاتبين ده نتاج ابن قديبة نتاج ابن قديبة أنا زميلي كانوا شغالين معاهم قبل مما ندخل سامي وطوقة وشحيماء واشتغلوا عليهم وعملوا مجهود كبير جدا واشتغلوا وطلعوا النص ده فكرة النص ان احنا بنناقش عائلتين عائلة محافظة وعائلة مهملة العائلة المحافظة طول الوقت في الاسكيتش بتشوف ازاي هتستغل الشنطة بتاعتها اللي تقطعت بتخيطها ما بتهضرش ميا الاكل ما بيهضرهوش طول الوقت بيحافظوا على الحاجات بتاعتهم العكس العائلة المهملة فاحنا في اخر كل سكيتش العائلة المحافظة بتقول الحمد لله يا رب انا فلوسي حلال والعائلة المهملة بتقول ليه يا رب هو انا فلوسي حرام الاب هنا وهنا مش فكرة الفلوس هي الفكرة عيدة على القيم والتربية بتاعت الولاد ان ده فلوسه استثمرها كويس في التربية وده ما جابتش نتيجة معي ده يمكن فكرة التنمية المستدامة طب ازاي طفل عنده انت بتقول الفئات العمرية من كام لكام من 4 سنين ل14 سنة ل14 سنة يعني الاطفال اللي عندهم 4 سنين هل هم فهمين مفهوم يمكن التنمية المستدامة او ازاي بتوصلوا لهم المفهوم ده لانه ممكن يبقى كبير عليهم شوية هم فعليا في ابن اديبا فهمين المفهوم وبيعادوا يتناقشوا يعني احنا هم فهمين ان التنمية المستدامة فيها اهداف كتير جدا والهدف ده بيتكلم عن كذا والهدف ده بيتكلم عن كذا وبيعادوا يتناقشوا معنا طب احنا لو عملنا كده في المسلا في الحفاظ على الموارد بتاعتنا ايه الهدف منه بعد كده فنقولهم كذا 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 بعدين هو بيشرح لنا الموضوع كامل فدي حاجة كويسة جدا وطول وقت احنا حتى ما جينا نعمل مسرحية ما كانش الهدف ان هم بعد ما يخلصوا المسرحية ان احنا نطلع ممثلين لأ ممكن منهم جزء كبير جدا يمارس الفن وجزء كبير جدا يبقى متزوق متزوق للفن بعد كده بس احنا كسبنا جيل واحد بالزبط هو ده الهدف ان انا اطلع دول وطلع اصحابهم اللي بتفرجوا عليهم واهلهم اللي حضروا المسرحية ان هم يتزوقوا الفن ويذهبوا الى المسرح بقولوا على المسرح ابو الفنون ابو الفنون ليه بقى ابو الفنون يعني عشان المسرح هو شامل كل حاجة جوالفنون يعني انا مثلا لو بعمل عرض مسرح انا عندي تمثيل هغني وهمثل وعندي غنى وعندي استعراضات وعندي حكاية بقولها وعندي حكاية وعندي سينغرافيا في فن تشكيلي وعندي ديكور وعندي إضاءة وعندي صوت فكل العناصر المسرحية هي فنون فهو أبو الفنون طب ليه ما تقلش ده على السنين ما ممكن عشان المسرح هو أكتر حاجة بدأت وعشان المسرح هو تفاعلي أكتر يعني أنت رد الفعل في وقت بحقيقة وده كان بالنسبة لي بقى مفاجأة بتاعت الأولاد أنهما ما كانش عندهم رهبة خالص من المسرح وكان فيه حضور كبير جدا وهم مش محد هما بيمثلوا بمستمتعين جدا مهمومين بالحاجة اللي بيعملوها وبالقضية اللي بيقولوها فده كان فارق جدا معنا طب إحنا شايفين على السكرين دلوقتي يمكن أطفال صغيرين بيشاركوا في العرض فأنتوا على أساس إيه اخترتوا الأطفال دول يعني بتضربوهم إزاي اخترتوهم إزاي هل فيه زي اوديشنز تتعامل أحكي لنا أكتر إحنا يعني ابني أديبة قررنا إن إحنا هناخد نموذج من المحيط من عضاء التنسيقية إنهم يبقى نموذج تدريب أنا لما شفتهم عشان أشتغل بيهم العرض المسراحي جوم كلهم قاعدوا معي وأنا قررت إن أشتغل بيهم كلهم يعني أنا ما تخلتش عن حد فيهم خالص لأن أنا كنت شايف كل حد فيهم هعرف أطلع منه إيه وأنا بقى يعني رؤيتي كمخر وقعدنا نشتغل على تدريب الصوت في البداية لأنه هم صغيرين وأطفال فمحتاجين يعرفوا يعني إيه تونالات إيه يعني إيه الصوت هيتطلعوا منين من بطنهم من منطقة عملية قعدنا نشتغل معهم على ده كتير جدا قعدنا نشتغل معهم على الارتجال على الخيال على التركيز لأنه ده مهم جدا وطول وقت في ميزة في الأطفال هم خيالهم أحسن مننا بكتير جدا جدا يعني أنا في حاجات وانا قاعد بضربهم اتعلمتها منه واستعنت كمان بمتخصصين يعني أنا خريج أكاديمية الفنون فجبت زميلي هم محترفين في السوق يعني مصطفى حجاجة هو مصمم استعراضات محترف مصطفى التهامي مصمم ديكورو سونغرافية إبراهيم سعيد عمل لهم أدد موسيقى يعني حنان عادل ضربتهم صوت ويرانا رجب خارجة أكاديمية الفنون وهي عضو تنسيقية فقعدنا ندربهم فترة كبيرة جدا أنا الهدف إن أنا أطلع شخصية سوية لأنه هو ده اللي بيعملوا الفن طيب ليه ما اعتمدتش على العراسل التنسيقية؟ ليه أخدت أطفال؟ عشان اهتمامنا بالنشأة حلو لأن إحنا طول وقت وده التوجه بتاعنا إن لازم تعمل بنية تحتها ثقافية لأن إنت لو عملت بنية تحتها ثقافية أنت هتخلق جيل تاني جيل تاني قادر على أنه يبقى عنده وعي حقيقي عارف حقوقه واجباته عارف ممارساته حتى الحياة السياسية هتب عاملة زي عارف طريقة الديمقراطية الصحيحة كل ده مش هيجي غير بما أنت تبنيه صح فده الهدف بتاعنا طيب أنت عملت عرض مصرحي واحد على خشابة الهلجر ده أول عرض مصرحي حي فعايز أعرف أنت كمخرج العرض حسيت بإيه وأنت يعني بعد انتهاء العرض كده وأنه الولاد حسيتهم فهموا يمكن الفكرة وقدروا أنهما مش بس يفهموها لكن كمان يمثلوها ويعرضوها للجمهور اللي بيبقى شايفهم يمكن كنا بنتكلم قبل الهوى على طول فكرة المصرح ليه مهم جدا أنه هو بتلاقي الرياكشن أو ردود الفعل في لحظتها لحظتها فعلا فحسيت بإيه لما شفت ده أنا كنت مبهور بالولاد جدا لأن احنا في اليوم ده عرضنا حفلتين مش حفلة واحدة كان عندنا أول حفلة كان حضرها مجموعة كبيرة جدا من الوزراء ومن الفنانين ومن السادة المحافظين وإعلاميين وأعضاء مجلس نواب وأعضاء مجلس شيوخ بجانب طبعا لأولياء الأمور فالولاد بالنسبة لهم يعني لو أنا شخص كبير وطلع على المصرح والحضور ده موجود أنا هيبقى عندي رهبة ما لقيتوش عند الولاد خالص ما حسيتش ده عند الولاد أولادهم كويسة وعندهم الوعي ده يعني بعد ما خلصنا في التحية كلهم وأنا بسلم عليهم وأقول أساميهم فأنا حبيت أقول اسم واحد واحد يحيي فكل ما يجي عندي يقول لي أنا كنت كويس صح؟ شوفت أنا ركزت أنا ما تلغبطتش هم بقوا مبسوطين بنفسهم خرجوا يسجلوا معبرامج كتير جداً ممتعة الثقة بالنفس ما شاء الله يعني أنا كنت واحد فخوري تخلقت إنسان تاني خاص هم كمان كانوا قد الثقة دي يعني هم فجأة أنا لقيت شخصية بتتحول وده كان رأي أولياء أمره إن بعد فترة هم قالوا لي عزوز إحنا أولادنا بتغيروا تماماً يعني شخصياتهم في البيت بقت مختلفة طريقة كلامهم بقت مختلفة اهتماماتهم بقت مختلفة يعني قابلتهم أنا تاني يوم بعد العرض فكلهم جايين زعلنين نوع مفيش بروفة النهاردة طب إحنا عايزين بروفة تانية عايزين نعمل حاجة تانية فهو ده الهدف طب كواليسهم إيه الأطفال دول يعني غير إنه وانت بتقدمهم الكواليس بره العرض بقى معاهم إيه الحاجات المضحكة اللي ممكن مرتوا بيها هم في البداية ما عدت معاهم أنا كنتش عارفة سيطر عليهم إزاي وانا أنا أول مرة أخرج لأطفال يعني طول وقت لو بيشتغل مصرح أو بخرج مصرح جوا الأكاديمية أو بره الأكاديمية بخرج لزميلة كبار محترفين فكان أول مرة أخرج لأطفال أنت أصلاً إخرج أنا بخرج وبمثل أنا معي لسان صحوق وبعدين خارج أكاديمية الفنون معهد فنون مصرحية كنت رئيس تحاد طلاب الأكاديمية ثلاث سنين واربعا فأنا في الأكاديمية يعني أخرجت كتير جداً وسافرت مثلت مصر بره وبمثل وعضو مجلس إدارة في نقابة المهنة التمثلية وأخيراً التحقت بالتنسيقية كان الفكرة في الولاد في البروفات طال الوقت أنا سيطر عليهم إزاي؟ ده كان هدفي الوحيد أنا عارف هشتغل معهم إزاي؟ لكن فكرة السيطرة شرف ابني شرف بس هتلاقيهم كلهم حواليك هيا دي الفكرة إن أنا اشتغلت معهم إن أنا حبيبهم في الحكاية إن إحنا يلا نلعب يلا نلعب ونستمتع ابتدينا شوية أشد معيهم لحد ما ابتديت أسيطر عليهم ثم طولوقتي معي جول بروفات يتكلموا معي كويس جداً بره يخرجوا هم معسوس بي زعق لنا طب مش عارف فتنة بقى جداً فأنا أجي ويفكروا في حاجات ما حصلتش خيال واسع جداً خيال واسع جداً فابتدوا تدريجياً يتعاملوا مع بعض أسرة واحدة ودي ميزة العمل الجماعي إن إنت طولوقت خلاص إنت مش همك إن إنت بس اللي تطلع كويس يعني هم بقى همهم إن زميله اللي جنبه يطلع أحسن منه بقاهم يهتموا في آخر أيام بروفات طب أنا هلبس إيه؟ طب يوسف هيلبس إيه؟ طب يوسف هيعمل شعره إيه؟ طب يوسف هيعمل شعره إيه؟ بقوا مهتمين ببعض كمان إن هم إزاي هتطلعوا وزميلهم هيتطلعوا وشكلهم عامل إزاي؟ ودي الروح بتاعة المصرح إن إنت طولوقت العمل الجماعي ده مهم جدا جدا حد يقول تنسيتش يا عامل أحزاب والساسين كان سياسي عنده نواف في البرلمان في مجلس الشيوخ عنده بشتغل في العمل العام إيه اللي يدخله في حاجة زي إنتاج مسرحية؟ إيه اللي يخليه يعني يخش في هذا المجال؟ ترد تقول إيه؟ هو ملفه مهم جدا يعني دي قوة مصر النعمة فكيان كبير زي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مهم إن هو يشتغل في الملف ده والتنسيقية عاملة بروتوكول مع وزارة الثقافة وعملة بروتوكول مع نقابة المهن التمثيلية لمناقشة القضايا الهمة اللي تمر بيها الوصفة الفني أو القوى النعمة المصرية أو الثقافة فده حاجة مهمة جدا يعني مين فينا ما بيحبش الفني؟ مين فينا مش مهتم إن إحنا نبقى في المقدمة دايما أكيد طب إنتوا نوين تعملوا إيه بعد كده إن إنتوا قدمتوا عرض المصرحي واحد هل في عرض مصرحي تاني هتقدموه؟ إن شاء الله هنستمر هنعرض كمان العرض المصرحي تاني لإن إحنا مطلوب من إنا نعرضه في كذا مكان فين بقى؟ لا لسه نحددهش تحديدا في القاهرة ولا في العالمات؟ إن شاء الله أنا بتمنى يعني إن إحنا نلف بمحافظات مصر كلها لأن مهم التجربة تعمم عشان يبقى في حراك ثقافي من الأفضل ويبقى في دفعات؟ ده إن شاء الله هيبقى في دفعات جديدة وبتمنى إن يبقى في دفعات كمان من المحافظات تنضم لأنها هيفرق جدا معنا وهيفرق معنا ما نستأتش أنت قلت لي عندك بروتوكول تعمل وزارة الثقافة عندك مسرح التجوال اللي بتعمل وزارة الثقافة اللي بيروح للمحافظات وبيأخد قضاياها وبيطلع منها فانين لا وفيه أماكن كثير وفيه الهيئة العامة لأكسور الثقافة وفيه الهيئة العامة لأكسور الثقافة فيه أماكن كثير نقدر نتعاون معها إن إحنا نعرض فيها أو نضيف ناس موجودة معنا إن شاء الله إحنا نشغالين على كذا أنا قصدي بروتوكولات تعاون يعني تدخل عناصر جديدة من شباب المحافظات يبقى في نوع من أنواع يعني إن شاء الله ده موجود في الخطة إن شاء الله شكرك يا أستاذ عزوز عيد العضو تنسيقية الشباب الأحزاب وسياسيين ومخرج العرض المصرحي فلوسك إيه؟ شكرا لك ويعني بنتمنى لكم كل التوفيق أنتو وكل المشاركين في العرض وأكيد إن شاء الله إن شاء الله هنحضر العرض الجاي إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا